اشتركوا في القناة يعني لربما الاردن ضمن كل دول العالم التي قامت بتعطيل الجامعات والمدارس بسبب الجائحة التي تؤثر منذ اشهر اليوم احنا عم نتحدث عن تقريبا 45 يوما تحديدا مازالت المملكة فيها تؤكد ان مدارس والجامعات حتى الان ليست على اجندة الحكومة ستبقى مغلقة حتى اشعار اخر لذلك اليوم وصلنا الى الامتحانات النهائية الامتحانات النهائية كان مقرر تحديدا لطلاب البكاليوريوس كان مقرر ان تكون في الحرم الجامعي لكن قبل تقريبا اربعة ايام من اليوم اعلن وزير التعليم العالي ان الجامعات لن تستقبل الطلبة وسيكون الامتحان عن بعد الكترونيا لذلك كان كثير من الطلبة لربما يعني مشتاقون للذهاب للجامعة لاداء الامتحان والالتقاء ببعضهم وهذا لربما لم يكن خاصة ان كان القرار في البداية ان الامتحان النهائي سيكون في الحرم الجامعي لربما المشكلة الاخرى في الامتحان الذي لربما يعني اليوم هي يعني تسير عملية الامتحانات الطلاب امتحنوا يمكن امتحانين او ثلاث حتى الان فيعني بعض الطلبة وجدوا ان هناك قصورا في البرامج التي تقوم بتشغيل الامتحانات برامج التعليم عن بعد الالكترونية البعض وجد انها غير مجدية والبعض يجد ان سرعة الانترنت ضعيفة جدا فهذا ما يحتم عليه ان يعني ينتظر وقتا طويل الامتحان طبعا هو محوسب والكتروني فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبعض طبعا خرج هاشتاغ كورونا الكل ناجح خاصة ان الوزارة التعليم العالية اتخذت قرار ان الامتحانات هذه السنة والعلامات ستكون فقط ناجح راسب لن يكون هناك تقييم ABCD كما كان سابقا نبدأ مع سارة سارة تقول بتكون تحل بانتحان بامان الله فجأة الموقع بيعلق معك وبتتذكر انه يرجع او بتذكر يرجع طبيعي اخر ثلاث دقائق وبتحزر باقي الاجابات اما احمد بيقول احنا ثابتين وما طالبنا مشروعة ومش بس مشروعة بل هي حق لكل طالب كان ضحية التعليم الالكتروني الذي يصفه احمد بالفاشل امكانياتنا بسيطة بس اصواتنا عالية رح نوصلها لعنان السماء اما فضل يقول انا كطالب تعبت على معدل كتير من حقي احافظ عليه وما تجبروني اقدم امتحان بظروف سيئة رح تستهلك من تفكيري بالاحتمالات السيئة ايضا وسيرينا تقول بالنسبة للبيوت اللي فيها اربع طلاب ثلاث منهم جامعيين وما في غير لابتوب واحد شو يعملوا خاصة اذا كان في تزامن بين الامتحانات بين الاخوة اما عبود يقول اخيرا بما ان التعلم عن بعد ناجح مية في المية فما داعي ندرس في حرم الجامعة وبالتالي ما في داعي لدفع الرسوم المالية لكل فصل دراسي لاحق لاننا سنكون في حرم منازلنا واضح سخط الطلبة ديما على امتحانات ان تكون الكترونية وعن بعد نعم بالضبط اذا ليت ننتقل الى الهاشتاك الثاني وهو حول دراما رمضان وتحديدا حول مسلسل جلطة وادكر انه العام الفائت كان في مسلسل جلطة فما القصة يعني هل يعاد هذا العام ام انه جزء الثاني هذا الجزء الثاني بالفعل يعني مسلسل جلطة لربما البعض يرى انه مسلسل كوميدي ساخر ينتقد بعض الامور السياسية اضافة الى انه يمثل عائلة اردنية من شانها ان تمثل بعض الاسل الاردنية البعض الاخر يرى لا بانه يعني مسلسل ممكن ان لا يضحكه او يعني لا يعيره اهتماما لكن المسلسل بالفعل في جزء الاول كما يقول منتج المسلسل نجح لذلك هم يعني كانت الفكرة ان يقوموا بانتاج المسلسل او الجزء الثاني من هذا المسلسل وهو ما تم في رمضان الحالي المسلسل يعرض على القنوات المحلية بتمثيل وبطولة يعني زهير النباني المثل الاردني المشهور والذي هو مشهور بالمسلسلات البدوية تحديدا يعني والمثل الاردنية كذلك امل الدباس هذا المسلسل الذي يمثل عائلة اردنية بسيطة جدا هذه العائلة لربما اكبر هم لديها هو تحصيل المعيشة والرزق وما الى ذلك لكن باسلوب فكاهي وساخر نوان ما على هاشتاج جلطة وعلى هاشتاج اسم المسلسل تحديدا نبدأ ببعض التغريدات اسراء تقول اكيد وللأسف حتى مسلسل جلطة مش ممتع ابدا ومستوى القصة والسيناريو لا يرقى ابدا لمستوى الفنانة امل الدباس والفنان زهير النباني اما زينب تقول مسلسل جلطة هو المعنى الحرفي للي بيصير بكل العيال الاردنية وغدير تقول احلى مسلسل برمضان مسلسل جلطة الاردني اللي ما بعرفه لازم يحضره كل ضحك اخيرا سلام تقول نقدر نحكي انه مسلسل جلطة مسلسل كوميدي عائلي خفيف لطيف بقدر الواحد يحضره ويستمتع فيه بدون اي تلوث سمعي هذا ما يخص الهاشتاج الثاني ديما نعم ليثا شكرا جزيلا لك اذا ونلتقي الاسبوع المقبل الى اللقاء